أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية اليوم صدمة صفعة أخرى في وجه المصاد الإسرائيلي داخل إيران لأن ما كانت تخططه المصاد الإسرائيلي بخصوص إطلاق درونات موازية بشكل مباشر لأهداف من داخل إيران اليوم حسم الإيرانيون هذا بشكل نهائي وإلى جانبهم التقنية الصينية فالدرونات التي ستنطلق من داخل إيران ضد آهداف إيرانية بشكل متوازن مع قرار إسرائيل قصف إيران لن تجد نفس المناورة السابقة وهذا الذي دفع مباشرة في تقرير موجه إلى نيتنياهو الذي اشتعل غضباً عندما فقد أيضاً المصاد الإسرائيلي في الضربة لماذا تحديداً ناتج عن فقط صورة صورة خرجت عبر شبكة X عبر تويتر فخلقت ضجة صورة واحدة قلبت كل التوازنات ولماذا على وجه التحديد؟ لأن هذه الصورة تكشف أن لدى إيران نظام جديد هو الأكثر تقدماً بالليزر تحت مسمى شينج نوان شيلد ثلاثة آلاف خمسة آلاف لمواجهة التهديدات الجوية بعد نشر هذه الصورة على تويتر يوم الرابع من أكتوبر 2024 قصد ذلك تماماً الإيراني وجاء الرد بانفعال كبير جداً لأن ما سمي بديفين فارما أو دي أعف عموماً في بعض الوثائق جعل من المنظومة كلها صعبة للغاية هذه المنظومة ضد التهديدات المنخفضة لارتفاع ما يسمى بلاس LASS مواجهة لتحييد الدرونات التي قد تكون متزامنة مع الهجوم الإسرائيلي بمدى قد يصل إلى أربع كيلومترات وفي حدود تقريباً الثمانمائة متر حوالي الكيلومتر يمكن من خلالها آنذاك استياد جميع ما يتعلق بمدرونات الخصيمة ويمكن أن يختارق اللايزر عشر مليمترات من الصلب وتبعاً للاتفاقية الموقعة عام 2021 ولخمسة عشرين سنة فهذا يعني أن لدى إيران ما يوازي تقريباً H-E-L-W-A سلام ركي وهذه المنظومة معلومة إذ أن الحسم لهم يتوقع الجميع عبر قضيتين أساسيتين وحاسمتين إلى أبعاد حد من جهة أولى فإن إيران الآن حاجبت أي تأثير قد يعطي لإسرائيل الصدى تحريك خلايا الموساد الإسرائيلي في إيران لم يعد له أي فائدة وأيضاً الانطلاق من بعض المناطق القريبة من إيران وخارج السيطات الإيرانية كحالة كردستان أو غير ذلك من المناطق ذات الصبغة التهديدية كما قد يسمى إيران يمكن أن تواجه الآن بشكل مباشر هذه الدرونات التي تخدم إسرائيل وهي تحت عنوين أخرى إذن الموساد الإسرائيلي في هذا الاستخدام على وجه التحديد وضد كل التهديدات فقد تقرر أن يكون هناك على الأقل صعوبة الصعيب هذه المهمة هذه المهمة في الإطلاق تصعب الآن بشكل واسع وعميق للغاية إذن هل هذه الصورة قصدتها إيران في النشر أم أن الخوف الإسرائيلي من فشل حركة موازية في الداخل بعد كشف أمرين رئيسين أولاً هناك صرامة في أي اختراق للحرس الثوري على وجه التحديد وبعد أن فكك أهم ما لدى الموساد الإسرائيلي من داخل الحرس الثوري الأمر يتعلق بمجموعة من الجواسيس الموجهين من الموساد الإسرائيلي والطامة العظمى أن هناك تفكيك لحركتين مباشرتين في هذه الأيام الأخيرة قد يكشف عنها الأمر يتعلق بمراقبة مباشرة لخلية تحت الضبط محتمل أن تعتقل ما بعد الضربة الإسرائيلية وقد تخدموا عن طريق دولة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً الشأن نفسه مع بريطانيا بريطانيا بعد أن سحق أهم شخص سعدته في النظام الملالي إلى أقصى حد وأعدمته في آخر المطاف فإن المخابرات اليوم البريطانية تعاني تعاني الأمريكية المصاد الإسرائيلي يحيد وأهم خلية في الحرس الثوري انتهت إذن هذه الاختراقات التي حاول أن يعالجها النظام في الحرس الثوري لسبب بسيط جدا الاختراق الذي حدث لحزب الله مكن مباشرة من الوصول إلى إيران وليس العكس الأمر هنا أن هذا الاختراق الذي تم عبر سوريا لكل من حزب الله وإيران أصبح جزءاً منه اليوم مكشوفاً وهناك مسألة رئيسة يمكن الآن قولها أن كل ما يتعلق بالأموال والأعمال لمنظمات محددة كحالة حزب الله أو أيضاً بالنسبة لما يريده الآن الإسرائيلي يريد الإسرائيلي دفع حماس وقيادة حماس إلى السودان وأن يكون لها المليار دولار التي كانت استمارات وجمدت هناك وأن ذاك يمكن أن تعيد انطلقها بوجه آخر المال من الآن مفتوح سيكون المليار ويزيد إنما البدء من الآن وعلى هذه القيادة أن تذهب إلى السودان وهذا هو الحل الذي توافق عليه مصر فوراً رغم ما يعانيه الآن السودان وهنا لا بد من التأكيد أن حماس تعرف جيداً ما ترى لأن بوصلتها الأساسية القدس وهناك اليوم من يرفض أن تكون البوصلة هي القدس يريدون البوصلة أن تكون في اتجاهات أخرى وأن تكون ضد أنظمة إسلامية وأمام عقد مركزية إلى درجة أن من أذكى ما قالته كلمة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أن على هؤلاء العلماء أن ينظروا إلى فقه الجهاد كفريضة فرد عليه الآخرون وتعلمون الرد وهم لا يعرفون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآية اقتتال كان في سوريا هذا والمصطلح الشرعي وأيضا في السودان أما الجهاد فهناك له مفهوم وله أيضا مناطات إذن هنا لا بد أن أغلق هذا القوس لأن فيه شجون لا بد من ذكرها لكن على العموم الآن فإن إيران في هذه المرحلة على وجه التحديد وأمام تدقيق البوصلة من الناطق الرسمي باسم كتائب القسام والوحدة الجديدة التي أصبح فيها الفلسطيني اليوم لا يرى إلا من محور المقاومة لم يعد هناك ما يبرر حاليا لدى الغزاوي أن ينظر إلى مجال آخر أو إلى نظرة أخرى وهذا الذي سيعزز بشكل واضح هذه الجبهة الآن التي أصبح فيها حسن نصر الله وهنية وهذا الرمز الشيعي والسني اليوم أصبحت هناك فكرة جديدة رؤية جديدة تخرج هذه الأمة من ظلماتها السابقة الطائفية والاقتتالية حول السلطة إلى أمر آخر إذن الأمر هو أن تكون لهذه الأمة منعة وأن تكون لها ما يكفي لصناعة سلاحها ولباسها ومقدراتها وأن لا تكون كشاكلة من يشتري ليفجره في آخر اليوم وحاليا لا يمكن لبلد كيفما كان نوعه أن يشتري التكنولوجيا الغربية ويؤكد لنفسه أن له أمن قومي داخل حدوده أو بجيرانه كل هذا أمر منتهم من يسالك التكنولوجيا في جيش ما فهو أوتوماتيكيا يعتبر جزءا من القرار الغربي الأمريكي من يشتري كتعة من أمريكا فليعلم أنه تبع لأمريكا بعد اليوم ليس هناك شيء مما يشتري من دولة ما أن نقول بأن هذا المنتوج غير قابل للتفجير تحت أي دعوة للذكاء الصناعي للأمن الرقمي للأمن السيبرنيتي إلى آخر إذن الأمر هنا قد حسم هذه هي التجربة التي استفادت منها إيران بشكل أكبر فكان واضحا عن الأقل الرئيس الإيراني وهو يتحدث أن التكنولوجيا تأمين تكنولوجيا التي خرقها الإسرائيلي مع هنية هذا الذي ليس هناك مسؤول إيراني لا يستخدم سوى التكنولوجيا الإيرانية هذا هو الوضع الوضع الثاني أننا عندما نتحدث عن التبعية الآن فهي تبعية مطلقة يصعب على الجيش المصري الآن سوى القول أن كل ما اشتراه من الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يصبح بطريقة أو بأخرى ضد الجيش والأمن المصري وهنا لابد من التذكير بشيء هام للغاية عندما وصلت الأباتشي إلى مصر وهذه معلومة دقيقة جدا عندما وصلت الأباتشي إلى مصر أعيد تفكيكها بالكامل ثم أعيد تركيبها هذه للإشارة فقط مصر ليست بهذا البلد السهل على العموم رغم كل شيء خلقت توازن لأن الخوف من السلاح الأمريكي دفعه مباشرة إلى أن يكون إلى جانبه السلاح الروسي فإن تعطل هذا نجد الآخر هذه مسألة رئيسة الآن فهمت لماذا المخابرات والدولة العميقة في مصر فككت كل الأباتشي الأمريكية وهذا شيء مؤكد للغاية أيضا بالنسبة للتنويع من داخل الجيش المصري لكن على العموم بالنسبة للقيادة هذا أمر لأنها تحافظ على كامب ديفل إلى آخر لا أهتم الآن للموقف السياسي أقول الجيش المصري وفي لحظة حاسمة والآن المخابرات المصرية أكدت على هذه النقطة على وجه التحديد قبل أن يقال قائدها الأخير على العموم هنا للتأكيد أن التعامل الضروري بحنكة مع أي شيء قادم من الخارج ويجب التدقيق والعمل على المزيد من التدقيق فهذا أمر ضروري إيران أيضا حاولت أن تتجاوز التنوية وتعمل على شيء آخر ضمانا للأمن القومي الإيراني خصوصا وأن هناك آليات وبعض التكنولوجيا الغربية التي يفككت في واقع الأمر في إيران وأعيد أيضا بالهندسة العكسية تصنيعها فكان واضحا أن أغلب ما يفكك يعاد تركيبه بشكل آخر هذا هو التطور لاستثناء الذي أعطى لإيران هذه المساحة فأصبح فيه الاختراق البشري الأساس وليس التكنولوجي على العموم من داخل المؤسسة كانت المؤسسة ولظروف سياسية وغيرها كان الاختراق بشريا على العموم نتيجة أن إيران إمبراطورية فيها شعوب وفيها من يعارض وفيها إلى آخر مهم في هذه اللحظة أن نؤكد على خلاصتين رئيستين من جهة أولى تفعيل الشراكة الصينية في هذه الأزمة الآن بين أمريكا ومن بين إيران لا حديث عن مسمى إسرائيل لسبب واحد لأن نيتنياهو في آخر المطاف يريد أن يعطي لإسرائيل مسحة من سيادتها التي أزالها وزير الدفاع يريد أن يأخذ كل شيء ويذهب إلى واشنطن ولو دون هذه اللجنة إنعقاد اللجنة الأمنية والعسكرية أو الحديث مع نيتنياهو أراد أن يأخذ الطائرة ويذهب مباشرة إلى واشنطن لأن واشنطن قررت وفعلت فقال له نيتنياهو على رسلك لساعتين من أجل على الأقل أن نخفف البروتوكول أن أتصل ببايدن وأن تمرر هذه الأشياء ليس نحو واشنطن مباشرة أن تمرر عبر اللجنة وأن تمرر ولو سوريا هذه هي السيادة السورية التي يدفع نيتنياهو وهو يريد أن يقود عملية ضد إيران لينكشف الإسرائيلي بشكل كامل ويجد حنقه في جماعات وابت نفسها لجهاد تؤمن به ولقضايا مصيرية عن أمة بكاملها ليس لديها طيران وليس لديها سلاح دفاع جو وليس لديها شيء سوى أن تنزل معها إلى البر وأن تسحقك وتعيدك مهزوما فقط لديها أبشن واحد ورغم ذلك أنت تقاتل ببحرية وبسلاح جو وبكل ما أوتيت من قدرات مختلفة وبتكنولوجيا رهيبة والآخرون ليس لديهم سوى RPG مطور فقط وبتكتيكاتهم وبتقنياتهم البسيطة وأمام الـ RPG بإيمان يتفوق في حدود سنة كاملة على هذا الجيش الذي عارف أن يدمر أن يدمر كل شيء وفقط كل شيء ولا يعرف كيف يحقق انتصارا ضد الـ RPG في يد مؤمنة على أي إذن عندما أتى الرهان الحقيقي إسرائيل تراجعت لا رد فوري ولا رد أوتوماتيكي ولا غيره كل هذا أصبح في خبر كان بل وتنقل تنقل الخرائط للأهداف نحو واشنطن قبل أن تمرر إلى نيتنياهو فطلب نيتنياهو شيئا من ماء الوجه مع وزير دفاعه ليقول أترك الأمر لساعتين كي نمررها في لجنتين وأن يكون اتصال على الأقل مع ضيد أمام كل هذا فإن المصاد الإسرائيلي اليوم لا يستطيع أن يضرب كما لا يستطيع لا يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يضرب فأصبحت الهزيمة مع إيران مضاعفة وذاك هو الذي ذبح نيتنياهو في واقع الأمر وكلما زاد انكساره كلما هبط على شعبين مظلومين الشعب اللبناني والفلسطيني دون أن يعرف لقوة إسرائيل أن تكون مع الذي تحداها وقصفها إذن هذا هو الوضع الأساسي الآن أمام تكنولوجيا حيدت المصاد الإسرائيلي وحيدت الدرونات على وجه التحديد التي لطالما خلقها الإسرائيلي عبر عملائه من أجل هذا النصر الوهمي الآن انتهى النصر الوهمي ونيتنياهو يسلم كل المفاتيح لواشنطن على أساس أن يقود تحت قيادتها ما قد يعطى له من دور في الخارطة هذا واقع الحالي مع آخر التطورات التي ظهرت هذا اليوم مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر